السفير النمساوي في دمشق يتفقد المشاريع المشتركة للهلال الأحمر مع النظام السوري ويعني العلاقات النمساوية السورية يعني سريعا كده وباختصار سيد احمد مراد ايه يعني رأتك وتحليلك لهذا الخبر يعني مع الاسف الشديد اكيد اكيد يوجد في دمشق يوجد في سوريا من هو يحتاج الى مساعدات الصليب الاحمر او الهلال الاحمر بالاحرى في سوريا يعني ولكن بصراحة يعني جميعنا ندرك وعدد كبير كثير من التقارير التي تشير الى ان الهلال الاحمر ومؤسساته تورطت احيانا بالتعاون مع نظام الارهاب في دمشق بتقديم مساعدات لاشخاص مشكوك بامرهم انهم مارسوا الارهاب مارسوا التعذيب على العديد من الاشخاص الهلال الاحمر كان في عنده حالة انتقائية بالمساعدات قدم مساعدات للجهات المؤيدة ومنع المساعدات عن الجهات التي هي فعليا تعارض النظام والتي هي ما زالت حتى اليوم موجودة في كافة ارجاء سوريا بصراحة يعني صورة السفير النمساوي التي تظهر بهذه الطريقة الرخيصة بجانب علم النظام السوري والذي يوجد برقبة هذا العالم يوجد برقبة هذا العالم اكثر من مليون شهيد سوري اكثر من مليون معتقل ملايين المهجرين الموجود منهم في النمسا ما يصل الى مئة الف اقل او اكثر من ذلك فبصراحة يعني ظهور السفير بهذا الشكل بصراحة ارى ان النمسا سياستها الخارجية بقيادة حزب الشعب سياسة فاشلة بامتياز بصراحة لا تجلب الا يعني لم تجلب الا العار في الكثير من القضايا خاصة المتعلقة بالشرق الاوسط شفتنا من شوية عم يحكي صار يدافع عن نتنياهو هو غير معنى بده هذا الدفاع وهلا فعاليا عم يحاولوا يعيدوا انتاج النظام من خلال هذه الحركات الاستعراضية للسفير كرويس في دمشق بصراحة فاراها ايضا اراها ايضا بصراحة خطوة خاطئة جدا بالحالة الاستعراضية مثل ما اننا احنا لسنا ضد المساعدة ولكن حالة الاستعراض التي تقوم بها النمسا من خلال سفيرها في دمشق اعتقد انها ايضا هي مرحلة سيئة ستبقى في سجل السياسة الخارجية النمساوية